اشتركوا في القناة واحدة من كوارث العراق منذ عام 2003 ويسمى بالدستور والكارثة الأكبر من الدستور أن هناك مؤسسات وهناك أحزاب وهناك قوى وهناك عمليا سياسية تستخدم هذا الدستور الذي صنعته بمقاساتها صنعه الاحتلال الأمريكي بالتعاون مع الاحتلال الإيراني وصنعوهم بالشكل الذي يتناسب مع طموحاتهم بالشكل الذي يجعل العراق ضعيفا دائما والفوضى عارمة فيه ويجعل العراق موزقا المصيبة أن هذه الأحزاب وهذه العملية السياسية وهذه المؤسسات التي تسمونها مؤسسات والبعض منها قضائية الحقيقة تفسر الدستور ومواد الدستور بالشكل الذي يأتي مع هاوى السلطة مع هاوى القوي مع الهوى الطائفي والعرقي ربما هذه الاتجاهات التي موجودة قبل أيام كنا نقرأ قرارا صادر من المحكمة الاتحادية في 24-24-2021 وانتقرأ تحدث هو عن فساد وعظم جس النواب وشلون إذا فاسد وشلون كذا ورفع الحصانة المهم فيه المقصود في هذا تفسير مفهوم هو ذهب إلى تفسير مفهوم الأغلبية المطلقة والأغلبية البسيطة وفي تفسير هذه الأغلبية المطلقة والأغلبية البسيطة هناك كنوايا والنوايا معروفة للجميع المهم هو يقول تقول المحكمة الاتحادية أن تعدل عن قرارها السابق بخصوص تفسير مفهوم الأغلبية المطلقة حيث قررت المحكمة اعتبار أن مفهوم الأغلبية المطلقة التي يرد في الدستور القصد منه هو الأغلبية المطلقة القصد منه الآن هو كان غير شكل الآن هو أكثر من نصف العدد الفعلي لأعضاء مجلس النواب يعني نصف العدد زائد واحد خلاص هذه الأغلبية المطلقة أعضاء مجلس النواب معهم 300 ومالج قدل وكذا 30 وكذا نصفهم زائد واحد هذه الأغلبية المطلقة طيب والمقصود بالأغلبية البسيطة هو أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس النواب الحاضرين يعني في يوم يحضرون 100 واحد خمسين واحد زائد واحد واحد وخمسين هذه هو الأغلبية البسيطة ويحق لهم أن يصدروا القرارات فهذا التفسير الآخر الأغلبية البسيطة هو أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس النواب الحاضرين باعي تحقق نصاب الإنعقاد ثلاثة أربعة ما شقد يعني 200 واحد ونصفهم زائد واحد وخلص وصارت هذه الأغلبية البسيطة والأغلبية طبعا هذا التفسير لماذا الآن يثير هذا الاهتمام؟ لماذا الآن؟ كان يفسروا غير شكل وطلعوا لنا في 2010 من هي الكتلة الأكبر والكتلة الأصغر اللعب بالدستور والدستور قلناه ونقول لها ملايين المرات هو قميص مطاط يستطيعون أن يلبسونه لأي جسد يريدون بالشكل الذي يريدون ويستعملونه في أي وقت لمصالحهم وإن لم يخدم مصالحهم فمترك الدستور ما حد يجيب لطاري لكن عندما يحتاجونه الكل يتحدث بالدستور لذلك لا كلمة تعلو فوق كلمة الدستور كمفردة منذ عام 2003 لحد على الأقل من عام 2005 من صدار هذا الدستور البائس هذا الكسيح لحد الآن الكل تتحدث الدستور والدستورية مصيبة الكبير هذه وبالتالي هذا التفسير ما للدستور الآن نسحبه وجماعة مقتدى الصدر منبقه وسيطرة وجماعة الإطار والعلامج السنوان في حالة تشكيل الحكومة الآن الآن لماذا أطرح هذا وهو صادر من 24 2021 وعلى التعديلات القرار 90 الآن لماذا يثيرون بها بهذه الطريقة هذه يذكرون أن هؤلاء الذين في مجلس النواب يستطيعون أن يختاروا رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة أو الأغلبية البسيطة صادرات المقا schedules وهم متحقق كما يتحقق إنشاء الحكومة بشكل الله وبالتالي نستطيع نحقق أغلبية بشكل الله ونحقق أغلبية مطلقة ونختار رئيس الجمهوري ونختار رئيس الوزراء ونتهى الموضوع والحكم فيدينا والميليشيات يجب أن نجب أن نتحكم وقالها الكثير يعني من قادة الميليشيات نحن الدولة عندما تحدثوا قالوا من يتحدث عن الدولة نحن الدولة وهذا يؤكد انه محكمة اتحادية وغيرها كلها طوع عمر دستور بتفسيرات يعني تتفق مع هوا الميليشيات تتفق مع هوا الأحزاب والقوة البائسة التي تحكم العراق والعملية السياسية يعني يريدونها مثل ما مصممة لذلك عشرين سنة من الخراب وسيستمر هذا الخراب بهذه التفسيرات وبهذه الرؤية وبهذا الدستور الكسيح هذا واقع الحال فبالتالي هم يريدون أن يشكلوا حكومة بهذا الشكل يعني عليها شيء يدخلوا معارضة ومعرف منه وهذا الفصيل يعارضنا لأنه مكاس بأقل وصير بيناتنا الصراع خلاص هؤلاء ذول انسحبوا اتكبوا خطأ كبير وانسحبوا وانتهى الموضوع وانحنا سيطرنا الآن حتى نحقق لنا سحتاج الذول الذين يدعون الاستقلال ومستقلال ومعرف منه والكل والخاف ولا احنا نشكل جماعة الاطار يشكلون هم هكذا يقولون نحن من نشكل الحكومة لذلك الآن سيستندون الى مفهوم الأغلبية المطلقة والأغلبية البسيطة التي يعني جاءت به الآن المحكمة الاتحادية بشكل جديد وعدلت عن قرارها السابق بخصوص الأغلبية المطلقة والأغلبية البسيطة والآن هذه الأغلبية المطلقة والأغلبية البسيطة تحقق خيات هؤلاء هل لاحظتم كيف يستخدمون الدستور بالشكل الذي يخدمهم ويقولون عملية دستورية ونحترمون الدستور الدستور لاحد يحترمه لأنه الدستور أساساً ما محترم بالطريقة التي وضعوه فيها الدستور يضعوه على أساس المكونات وليس أساس المواطن هذا الدستور غير محترم لا يمكن العراق أن يحترمه يشجع على الطائفية وبملايين الألغام ويشجع على الكره والعرقيات والمعرف منه وتكلم عن الشيع وسنه وكراده وقليات وأكثريات وغلبير هذا ليس دستوراً هذا فخ كبير هذا كارثة كبيرة وهذا لغم كبير وهذا وقع الحال والشعب العراقي يدرك ذلك لذلك ثورة التشتريين كانوا يريدون من البداية تغيير الدستور وإزاحة العملية السياسية وإنهاء العملية السياسية وإنهاء القوى التي تعمل فيها هذا واقع قالوا نريد وطن يريد وطن هذا مفهوم هذا المفهوم لذلك قتلوهم لذلك يخافون منهم الآن من عودتهم هذا واقع الحال فبالتالي هذا شكل الدستور وهذا شكل المؤسسات التي تدعي أنها دستورية وتدعي أنها تحمي الدستور وتحمي المواطن هي لا تحميها حدث تحمي الأحزاب والقوى الحاكمة كل شيء مصمم القوى العسكرية والأمنية لحماية السلطة الميليشيات لتنصيب السلطة وحماية المكتسبات التي حصلوا عليها يعني واستحواذهم على كل شيء هذا واقع الحال وكل هذه المؤسسات تخدم وبما فيها الدستور وغيرها ما يسمونه وكل القرارة تخدم السلطة وتخدم أحزابها والمواطن خارج هذه المعادلة للأسف الشديد والعراق خارج هذه المعادلة للأسف الشديد لذلك العراق ينزف لذلك كشعب العراق ينزف لذلك الخسائر تزداد والتضحيات تزداد هذا واقع الحال مع الأسف الشديد لذلك من يقرأ تفسيرات الجديدة عليه أن يقرأ ما بين السطور وهم لا يحتاجون أن تقرأ ما بين السطر وواقع الحال أو كلاهم مكشوف لا يحتاج له ووصلوا إلى درجة أنه ما عادوا يستحفونه من شيء ولا يخافونه من شيء مع الأسف الشديد لأن هناك من يحميهم إيران تحميهم وأمريكا تحميهم والمحيط الإقليمي والمحيط الدولي يعتبرهم دولة فلذلك يعتقدون لكنهم لا يدرون أن الشعب غير راضي وثورة الشعب قادمة لا محال وقت هذه الحلقة قد انتهى أترككم بخير عزا المشاهدين للتقيقين في حلقة أخرى إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة